درسنا اليوم عن تحويل الأعداد من النظام العشري إلى النظام الثنائي مثلاً، إذا كان لديكم العدد 13 بالنظام العشري، أوقفوا الفيديو وحاولوا كتابته باستخدام النظام الثنائي أولاً، حاولوا كتابة العدد 13 في صورة العدد 2 مرفوعاً إلى أس مناسب تذكروا أن 2 أس صفر يساوي واحد 2 أس واحد يساوي 2 2 أس 2 يساوي أربعة 2 أس ثلاثة يساوي ثمانية 2 أس أربعة يساوي ستة عشر وهكذا، ما أكبر عدد ضمن هذه الأعداد أقل من أو يساوي ثلاثة عشر؟ العدد هو ثمانية إذن، ثلاثة عشر يساوي ثمانية زائد خمسة حاولوا الآن تفكيك العدد خمسة لأنه لا يمكن كتابته في صورة 2 مرفوعاً إلى أس مناسب خمسة يساوي أربعة زائد واحد وبالتالي ثمانية زائد أربعة زائد واحد لاحظوا أن العدد واحد يمكن كتابته في صورة 2 مرفوعاً إلى الأس صفر وهكذا كتبتم العدد الثلاثة عشر في صورة ناتج جمع قوى العدد اثنان لاحظوا أن العدد ثمانية يساوي اثنان أس ثلاثة وأربعة يساوي اثنان تربيع والعدد واحد يساوي اثنان أس صفر أو بإمكانكم كتابته بهذه الصورة العدد ثمانية مرة واحدة زائد العدد أربعة مرة واحدة زائد العدد واحد مرة واحدة تستطيعون الآن كتابة العدد باستخدام النظام الثنائي اكتبوا منازل النظام الثنائي المنزل الأولى قيمتها واحد والمنزل الثانية قيمتها اثنان للانتقال من منزل إلى أخرى يجب أن تضرب قيمة المنزل السابقة في اثنان أو كل منزل تساوي الأساس اثنان مرفوعاً إلى الأس السابق زائد واحد والمنزل الثالث قيمتها أربعة وأخيراً المنزل الرابعة قيمتها ثمانية تذكروا أنه في النظام الثنائي كل منزل مكون من صفر أو واحد فقط كم واحد لديكم؟ بما أن هناك واحد فقط إذن اكتبوا واحد في المنزل الأولى كم اثنان لديكم؟ لا يوجد العدد اثنان ضمن هذه الأعداد لذلك اكتبوا صفر في المنزل الثانية كم أربعة لديكم؟ هناك أربعة واحدة لذلك اكتبوا واحد في المنزل الثالثة وكم ثمانية لديكم؟ لديكم ثمانية واحدة اكتبوا واحد في المنزل الرابعة هذا يعني أن الصورة الثنائية للعدد ثلاثة عشر هي واحد واحد صفر واحد ترجمة نانسي قنقر